ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم وخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة فأنتم أيها المسلمون أمة واحدة عظيمة اجتمعتم على قبلة واحدة وعلى صلاة واحدة فاجتمعوا ولا تتفرقوا لألا يكون للمعاندين والمخالفين من حجة يحتجون بها عليكم وأي حجة لأهل الكتاب وقد تحققت نبوءة كتبهم بالتحول من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام وأي حجة لمشرك العرب وقد تحور الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والمسلمون للصلاة إلى قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما أشبه حال هؤلاء المعاندين والمخالفين بحال الناس مع جوحة وابنه والحمار كان لجوحة حمار صغير فراكب جوحة الحمار وترك ابنه يمشي خلفه فقال الناس يا له من أب قاسي القلب فنزل جوحة من فوق الحمار وأركب ابنه ومشى فقال هؤلاء الناس يا له من ابن عاق فركب سويا فوق الحمار فقال هؤلاء الناس أين الرحمة أين حقوق الحيوان فحمل الحمار فضحك الناس وقالوا يا لهما من أغبياء فقالها لنا جوحة حكمة رضى الناس غاية لا تدرك ورضى الله غاية لا تترك وهل للظالمين من حجة حقيقية يحتجون بها كلا بل هم كالحرباء يتلونون مع الباطل أينما كان سلك هؤلاء الظالمون كل سبيل ممكن ليطعنوا في عقيدة المسلمين وفي الإسلام وللأسف الشديد استطاعوا أن يحولوا بعض المسلمين من الإسلام إلى الكفر فكتموا ما عرفوا من الحق في كتبهم وتلونوا مع الباطل وإن من البيان لسحر فأقم الحجة على هؤلاء الظالمين وأبرئ الذمة ودعي النتيجة على الله ولماذا أخشى من الظالم وقد هان في عيني وقد علمت أن الله قادر عليه ومن في هذه الدنيا يستحق أن نخشى سوى الله فالمؤمن لا يخشى بشرا ولا يهاب سوى الحق سبحانه وتعالى وما الفرق بين الخوف والخشية قد يكون الخوف من مجهول كما يخاف الجبان من ظله أما الخشية فتكون بمعرفة كما نخشى الله عز وجل عن معرفة فنحن نخشى الله عن علم قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فاللهم اجعلنا من هؤلاء العلماء اللهم آمين ولأتم نعمتي عليكم بشريعة كاملة ولعلكم تهتدون للحق والصواب ولعلم على الله تفيد الوجوب والتحقيق ولعلكم تهتدون هداية علمية بمعرفة شرع الله وهداية عملية بالعمل بشرع الله فاللهم اجعلنا ممن أنعمت عليهم بالإسلام وهديتهم إلى طريق الجنان جزاكم الله خيرا اللهم اجعلنا ممن ان بصبه اللهم اجعلنا ممن ان بصبه شرع الله اللهم اجعلنا ممنون